مفاجأة غير صارة اتقال واحد من أهم وأقوى التصريحات اللي ليه علاقة باتفاقنا مع صندوق النقد الضغط على الناس واضح دي في التضخم حدبان حدبان يعني دي جاي معاك تضخم جاي معاك تضخم للي مالوش في الاقتصاد أنا عايز أقول لحضراتكو حاجة مهمة جداً إن النهاردة في مصر اتقال واحد من أهم وأقوى التصريحات اللي ليه علاقة باتفاقنا مع صندوق النقد أنا لا أبالغ الكلام اللي قاله النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اتفاق مصر مع صندوق النقد أظن أنه كان له ردود أفعال في الداخل وفي الخارج وتساؤلات كثيرة جداً لكن لم نسمع كلام بهذه القوة وبهذا الاهتمام بموضوع الاتفاق مع الصندوق إيه الحكاية وإيه الموضوع خلينا نشوف الرئيس قال إيه وأرجوكم اهتموا بهذا الكلام لإنه الموضوع بتاع السندوق ده بيصب في المصلحة على طول يعني السندوق ده هو ليه علاقة بحياتك لا مثلاً مسألة فوقية ولا نظرية اقتصادية لا ده هو بيصب في المصلحة حضراتكم عارفين في البرنامج ده أنا شغال على موضوع السندوق ده من أول ما ابتدينا نعمل معه اتفاقات وكنت بقى أشير لحضراتكم بالماركر كده إن إحنا اتفقنا معاه لكذا وقلنا كذا وكان الموضوع كذا النهاردة الرئيس تحدث بشكل قوي حضراتكم علش أنا عارف كنتم مهتمين بالكورة وكده لابد من مراجعة الأمر مع السندوق والرئيس بيقول إيه لو هذا الأمر يشكل ضغطاً على الناس وهو يشكل ضغطاً على الناس الرئيس عارف إن هذا الأمر يشكل ضغطاً على الناس وإحنا عارفين إنه يشكل ضغطاً على الناس وإنه الرئيس قال بشكل واضح الجملة اللي قابليها وهي هامة جداً إن هذه الأزمة اللي إحنا فيها في المنطقة قدامها سنة كمان طيب إزاي حنعرف نشتغل في ظل اتفاق الصندوق المسألة ليست سهلة يعني إن انت تقول الصندوق إحنا مش مرتاحين مع هذا الاتفاق لإنه الرئيس شايف أن تنفيذ الاتفاق بحزفيره بتوقيتاته مسألة ليست مريحة للشعب المصري أنا لسه قلت بكلم حضراتكو أول مبارح ويمكن السيد رئيس الوزراء قال الكلام ده بشكل واضح برضو إن إحنا لسه عندنا ارتفاعات في الأسعار بتاعة الطاقة أو بتاعة البنزين لآخر 25 كل ده مع الصندوق الصندوق إحنا اتفقنا معاه وقدمنا له برنامج وقولنا له إحنا عايزين نعمل ده ولكن الآن زي ما الرئيس قال قال إحنا في الـ الـ 8-9 شهور اللي فاتوا دول خسرانين 7-8 مليار دولار ما هي إحنا آه كنا اتفقنا ولكن بعد ما عملنا الاتفاق ده الظروف اللي موجودة صعبة جدا فعايز بس أقول لحضراتكو كذا حاجة معلش هي تبان تقنية شوية إنت لما بتتفق مع الصندوق الصندوق بيمشي معك اللي هي الإدارة بالأهداف يعني إنت عملت ده تشك عملت ده تشك ما عملتش ده أنا مش جاي الشهر الجاي يعني أنا مش ميكمل إنت يا تنفذ الأشياء اللي احنا اتفقنا عليها يا أنا مش ميكمل مش هعملك الحاجات اللي أنا أقول لك عليه ومنها أقصاد للقرض اللي هو الدهولك فإذا ما كنتش إنت بتعمله كل الأشياء اللي هو عايزها هو مش هيعملك كل الأشياء اللي هو عايزها يعني هي هو اتفاق واضح فأنا عايزكم بس تدخله في الصورة أن مصر الآن في ممارسة لتغيير أمر صعب جدا لأنه هو استندوه ملوش دعوة إحنا اتفقنا على وعي 2-3 بتعمل وعي 2-3 ولكن يأتي رئيس البلاد ويقول يا جماعة أنا حاسس إنه أو شايف إنه هذا الاتفاق ضغط عن الناس وهو ضغط عن الناس فعلا وحضراتكم اللي شايف الحلقة بتاعت أول مبارح أنا قلت لحضراتكم طب هي الناس تعمل ايه؟ ما هي الحكومة بتحاول إنها تتوازن طيب الحكومة تتوازن وتجيب موارد طب هي الناس هتجيب الموارد منين فالرئيس عارف وشايف فهو بيقول النهاردة الرسالة واضحة لا إحنا لازم نشوف طريقة هنا يجب أن تستخدم كل العقول المصرية الاقتصادية أنت إزاي هتتكلم معاه ما هو يقولك أنا مالي أنا الاتفاق كان إنك تخلص الدعم ده في الوقت الفلاني تبيع الشركات دي في الوقت الفلاني تعمل فيه اتفاق وعلى فكرة ليس سريا الاتفاق موجود واتفاق أنا مع السندوق موجود وهم طالبين إيه موجود وكل شيء موجود إنما أنت أو أنا يعني الرئيس بيقوله بيقول أنا عايز نرجع للسندوق تاني ونقوله طب ما أنت شايف الظروف مصر في قلب الأزمات مصر تستضيف الضيوف والمهاجرين واللاجئين مصر تخسر المليارات كل يوم بسبب الحروب اللي أثرت على قناة السويس مصر لا تستطيع أن تصل إلى أسواق كثيرة بسبب ارتفاع أسعار النقل وارتفاع أسعار كل هذه الأشياء يجب أن احنا نعود للسندوق تاني لأن الرئيس النهاردة قالها بشكل واضح يشكل ضغط على المواطن المصري ويجب أن يتفهم الصندوق هذا الأمر وهذا أو هذه وظيفة الحكومة المصرية أرجوكم عندنا كفاءات عالمية استعينوا بهم أنا معرفش إيه الصوابق اللي حصلت لإعادة زيارة اتفاقات السندوق يعني هذا الأمر يحدث إزاي لأنه والسندوق إيه؟ بعد زي ما انتوا شفتوا كده مثلاً الشهرين الثلاثة اللي فاتوا والله عملت أنا جاي ما عملتش أنا مش جاي أنا مش شغال يعني ما عندوش طولرنس ما عندوش توازن ما عندوش تفاهم ولكن يجب أن احنا نجيب العقول المصرية العظيمة وهي موجودة وطرحت أسماها في الفترة الأخيرة شكلها واضح ناس موجودة في الأسواق العالمية نشوف التجارب الأخرى بتعمل إيه في العالم لأنه فعلاً يا جماعة الضغط على الناس واضح مفاجأة غير صارة وطبعاً أتحفظ عن كلمة مفاجأة لأنه مهم جداً أن حضراتكم تعرفوا أن هذا الأمر مستمر حتى نهاية عام 25 يعني هنفضل في هذا الأمر الزيادات التدريجية سواء حدثت أم لم تحدث مرة أو مرتين قرروا اللجنة التسعير قررت أو ما قررتش إنت وده خبر مش سر أنا مبقولش أي أنتوا عارفين حضراتكم أنا مش من مدرسة الأسرار إحنا عارفين أن الغاية 25 سيتم تحرير أسعار المحروقات فأنت من هنا 25 هيفضل هذا الأمر يحدث لغاية أما السعر اللي حضراتك بتاخد به يكون زي السعر اللي مصر بتشتري به فهذا أمر يجب أنه كلكم تريحوا دماغكم خالص هو طبعاً شيء يدايء شيء رزل شيء بايخ كل هذه الأشياء محدش مش في مصر بس في مصر أو في العالم كله بيحب أنه الأسعار تزيد لكن هذا أمر نحن نعرفه يعني أنا عارف فيه ناس أبدت دهشتها لكن أنا بقى بقولك اللي أكتر هذا الأمر مستمر حتى 25 نفضل نرفع كده الأسعار لغاية أما تتوازن توازن واضح طبعاً بعد أسبوعين ثلاثة بعثة الصندوق جاية تزورك ومن ضمن توصيات بعثة الصندوق أن حضرتك تحرر سعر المحروقات أنا ما بقولش عشان دي بتبقى نقطة حساسة جداً أنك بتعمل ده عشان الصندوق لا أنت بتعمل ده للي أنت بتسميه دائماً الإصلاح الاقتصادي فهذا أمر متماشي مع الكلام اللي الصندوق بيقوله ومتماشي مع الخطة هناك خطة ليست سراً ومش عايز حضراتكو تبقوا مندهشين منزعجين طبعاً متضايقين طبعاً خاصة أن الناس الشهر اللي فات جالها فطورة كهرباء مزعجة فأنت مصروف الطاقة إذا كان غاز أو كهرباء أو محروقات والمحروقات دي بتنقسم لقسمين قسم للناس اللي عندها سيارات وقسم للناس اللي بتستخدم السيارات طبعاً أنا مش هكلمك على التأثير غير مباشر دلوقتي ده موضوع تاني فأنت عندك البند بتاع الطاقة ده واخد من جعبة فلوسك مبلغ محترم خصوصاً الزيادة اللي حصلت في الغاز والزيادة اللي حصلت في سعر الكهرباء آه طبعاً كان متأجل بقاله سنين ولكن حدث والفواتير قوية جداً يعني أرقام قوية والناس ابتدت وعلى فكرة أما أكلم حضرتك عن الناس في مصر زمان كنت أكلمك عن الطبقة غير القادرة والطبقة المتوسطة والجزء الأعلى من الطبقة لا دلوقتي بقى أكتر من كده يعني انزعاج طبقات كثيرة في المجتمع المصري من هذا الأمر وهذا أمر عادي وطبيعي جداً بيحصل في العالم كله عندما تزداد الأسعار الجميع ينزعج والجميع بيبقى متدايق فطبعاً الآن بقيت تسمع الطبقات اللي انت ما كنتش بتسمع منهم الشكوى أو اللي انزعاج بقيت بتتكلم بقى ناس في مشتوى في أحياء مهمة في القاهرة أو في الإسكندرية أو في المدن الكبيرة يكلمك انه منزعج من فطورة الطاقة أياً كانت غاز كهرباء وهذا الأمر يعني أنا آسف ان أنا بقول لحضراتك كلام ده ولكن ليس سراً وليس يعني ان أنا بقول لحضراتك شيء من عندي واللي بتاع حضراتك عارفين فطورة الكهرباء جاي عاملة زي والآن انت المصروف اللي هتحطه في عربيتك لو عندك عربية صغيرة بقى رقم تاني فوراً على طول طبعاً الشكل بقى غير المباشر المواصلات زادت طبعاً في نفس الأخبار ان السادة المحافظين نزلوا نشوفوا الأسعار ولكن هي زادت فعلاً مش بتزيد أسعار سلع تانية لانه انتوا عارفين برضو المنتج المصري أو الصانع المصري بيتلكك يعني لو هي زيادة البنزين في الأوفر أول بتاعه خمسة في المية يبقى تمانية في المية بيتلكك يعني هو ما بيعملهاش بالحق والمستحق لا هو ما يزد ايه ما انت مش شايف البنزين ولا ايه انت مش شايف كهربا بقيت بكام ولا ايه ده مصنع يعني نقف يعني نكلم سيادة الوزير كام وزير بقى نقول له نقف في الباعة ولا دتوا عايزين ايه دي في التدخم حتبان حتبان يعني دي جاية معاك تدخم جاية معاك تدخم لانه المحروقات والطاقة وهو الاخره دي حقنا في التدخم على طول يعني زيو دي الزيو على طول تطلع تبعين عنه